كان هناك استطلاع دقيق أشبه باليومي من قبل القائد يعني أنا ماشي مع المرحومة الفريقة ولا ياد قاطع الفاو كله بالرجلين ما نقول بالسيارة جندي جندي خندق خندق ويسأل الجندي ششوف مشاهدتك فعاليات العدو هذا الأمر أشرف القائد شخصيا فريقة الله يرحمه على تدريب المدفعي وهذا موضوع مهم جدا تعرف مثل ما إحنا هذه حرب الخنادق الحرب التقنيدية استمرنا بها فترة معينة إلى مرحلة التعرض التي يبدأنا بها بعد تحرير الفاو ومعارك التحرير الكبرى كانت حرب خنادق صح يصير هجومات تعرضات من قبل الخندق يعني موجود داخل الساتر الترابي سواتر عرض الساتر ميجاو سلاثة متر والخنادق محفورة فأنت من تقصف بالمدفعية يعني في قصف التمهيدي حتى قبل ما الصول القطاعات هذا القصف المدفعي احنا بنية ساتر ورمى كتيبة مدفعية وطلعنا عنه يا بيدنا حتى فيتة انقيس كم قنبلة سقطت على الساتر يعني كم قنبلة أصابت الجندي الإيراني أو العدو في موضعه مو أمامه ما تأثر عليه هو بخندق وبساتر وخلفه ما تأثر عليه إلى أن يعني مو ابتكرنا حقيقة أعيد التدريب على رمية المدفعية اللي يسمعوني ولو أنا مدفعي يسموها الرمية الخطية الفنية وهذه موجودة بالكراسات أنه كيف أنت ترمي المدفعية على خط مستقيم بحيث القنابل كلها توقع داخل الساتر يعني أشرف بنفسه على ترمية الكتاب ترمية الدبابات الاستطلاعات كانت تأتينا التصاوير الجوية من القوات الجوية فيكلف ضابة استخبارات أنه كل المعلومات بالتصوير الجوي تنزل تثبت على خريط القياس كبير يعني بحيث نحن منهجمنا نعرف الدبابة وين موجودة نعرف الناقلة موجودة وين نعرف هذا الموضع كم جندي بي فمعلومات كاملة قبل أن تبدأون باللجوم طبعا قبل أن نبدأ باللجوم وأيضا العراق أو القيادة العسكرية العراقية أوهمت الإيراني هذا موضوع مهم بأن هناك معارك ستجري في بالمنطقة والقاطع الشمالي هي حقيقة جرت معارك يعني هم تعرضوا بالشمال المخادعة صارت كما يلي بلغني قال لي نروح لبغداد قلت له نعم سيدي هو مرات ننزل بالطائرة يعني طائرات الهليكوبتر أو الجيت ستار قال بالسيارات وأريد كل سرية الحماية تجوينه يعني عددها من قول عشر سيارات اطنع السيارة يباتون معسكر التاجي والصبح نطلع إلى السليمانية رت السيارات فطلعنا رت الكبير من السيارات إلى السليمانية إذن أنت مشارك بهاي الخدعة بالضبط طبعا ميهم قال لي كلهم يجون معارك موجودة بالقاطع الفيلق الأول كان المرحوم فريق بالقاطع الشمالي الله يرحم القاطع الفيلق الأول فتوجهنا بالسيارات وتخلنا مدينة سليمانية وأكيد عندهم عيون أنتو تريدون توصلون طبعا وصلت رسالة مقر الحرس الجمهوري جاء إلى السليمانية بحيث حتى يعني يعطينا نجود فلوز قلنا هنم روحوا تغدوا يكون غدا بالجيش بالفيلق بره وحشوه نجعين هنا حشوها بالقهوة بالمطعم فبلغت أمر سري طبعا استشهد الله يرحم عميد سائر أحمد رمضان استشهد في 2003 في العدوان في الغزو كان أمر لواء حماية نفط الجنوب أحد أمر يألويت حبائدهم استشهد بالمعركة كان ملازم أول اكتثار وخذوا لهذا وروحوا المضاعة يعني بالسوق أكلوا غايف لوس غدي الجنود واللي يحشوكم احنا جائعين اشهروا أن هنم مقر الحراجعنا اتغدينا قائد الفيلق الله يرحمه نوارو كون كان الفريق ركون سلطان هاشم قال لي وليد يلا الهريكوبتر وقفت طالي جنطة دبلوماسية قال لي وليد هاي خطة الفاوم إذا تروحي عن تتروح قلت له والله سيدي جبت كلبشة حربطتها بالجنطة بيدي قلت له سيدين سبعة تروح رأسا جت طائرة مي ايت هريكوبتر إلى مقر الفيلق بلغت الحماية والسيارات حتى السيارة الخاصة للقاعد الفيلق الفريقيات كل تبقون تبعتون في سليمانية تبعتون ركبنا طائرة هريكوبتر من مقر الفيلق الأول بسليمانية إلى قاعدة كاركوك أنت الفريق فقط إلى كاركوك كاركوك قاعدة كاركوك جوية وطائرة جد ستار نفارة طرنا إلى البصرة الصبح جمنا في تحرير الفاوم يوم أول يوم رمضان القوات هاي اللي أخذتوها للقاطع الشمالي بقت احنا أخذنا سريحة حماية بالنسبة لنا بس أكو كطاعات كانت من شغلة وخصوصا للقوات الخاصة اللي والتالي يعني خلطي ما رجعته ما رجعنا لا ما رجعنا وبدأ الهجوم في صباح اليوم التالي طبعا فالرسال وصلت إلى إيران أنه فيلق الحرس انتقل من البصرة إلى قاطع لإدارة المعارك في أمم بنجوينة وذي تلك المناطق وإحنا عندنا أساسا اللي والتالي القوات خاصة كان أمر عقيد لكون صالح هو مشتمك مع القطاعات الإيرانية فالتصور أنه المعركة الرئيسية هناك وفيلق الحرس كله إجه هناك إحنا صارت هذه عملية المخافرة القوات المهاجمة لاستعادة الفاو التي تم تدريبها على كيفية تحرير الفاو ومسكة الأرض من ولي كانت الحقيقة هي القطاعات المشاركة طبعا الشارك الفيلق الحرس كان فيلق وفيلق السابق الذي كان يقوده الفريق المرحوم مهر عبد الرشيد هاي أرضا جوا لا قوة جوية اشتركت طبعا وطيران الجيش اشترك يعني هاي خطة جوية موجودة وخطة طيران جيش بالإسناد حتى البحرية شاركت طبعا لأن احنا الميناء وخور عبد الله لا زالت البحرية ما قالتنا وصدر علي بس منطقة رأس البيشة فالبحرية ايضا قدمت إسناد بالمدفاع بالصواريق اندفعته الخطة كانت للصفحات وهي مسألة مهمة الصفحة الأولى تندفع قوات الآن دحش الحرس وليس الفيلق السابع نعم واجبنا من خور عبد الله يعني الرتل الساحلي من خور عبد الله تجاها إلى رأس البيشة زين الفيلق السابع من الشمال يعني من جنوب البصرة باتجاه رأس البيشة زين حتى الرئيس في أحد التكريمات أو المؤتمرات أضم تكريمات فكان أحد يعني اللي يشتغلون بالقصر بالتشريفات حامل صينية من الأوسمة فالرئيس قال اللي حرفها وإلى هاي كل الصينية في أحد اللقاءات هذه الواجب الواجب يعني هذه الفيلق نجي على احنا الحرس الصفحة الأولى المدينة المنورة وقوات بغداد المدينة المنورة يقوتها في وقتها اللي عميدور رقون الله يرحمه أحمد حمواش قوات بغداد الله يطيط صحة العافية البطل الفريق أور رقون عبدواح شنان عرباط هاي الصفحة الأولى بعد المملحة تجي الصفحة الثانية اللي تندفع قوات حمو رابي يقودها البطل المرحوم الفريق أور رقون إبراعيم حمس تعرب وجدي والصفحة الثالثة إلى رأس البيشة هو طبعا مع قطاعات إضافية من المشاط مرساندة طبعا يعني أول يوم رمضان بلشت فالحقيقة الصفحة الثانية انجزت قبل التوقيتات العدو نهار طبعا نهار العدو من هول الصدمة احنا طبعا يعني بعد ما أول ما خلو نقول الصفحة الأولى انجزت نزل الرئيس بطائرة إلى المقر طبعا قبل المعركة رئيس الجمهورية الجمهورية طبعا قبل المعركة بيوم والده يعني الله يلحم قصي وعدي قصي قلها تروح ويا مهار عبد الرشيد وعدي ويا أنا كان بايت ويا الحرس ويا الحرس فنزل ورأسا غرفة الحركات وليد كيف قصد أنه يجيب ولده وينوسعهم انتوي الحرس انتوي الفيلق السابق حقيقة هذا نرجع للتاريخ يعني أكو كثير من الشواهد يعني رئيس جمهورية وقاد عام يعني ولده يشوف رقون عن الجندي يضحي ويموت يفترض هالشكل يعني هذا القصد منها طبعا يعني ليس من قصد منها تهيئتهم مثلا لا مستقبلا يعني يتحمل مسؤوليات مسكرية لا يعني نذكر يعني أنا احجالي الله يرحمه اللواء قيس عبد الرحمن عارف قبل ما يتوفى بفترة قال بال67 طبعا قيس الله يرحمه هو قيس هو ضابط بحري صحيح عميد بحري يعني كان في وقتها بال67 ملازم بحري ولأنه العراق شارك على الجبهة المصرية أرسل وحدات فبأمر الرئيس كونه اب الرئيس أبو أبو أرسل كضابط مشات مع الوحدة اللي موجودة في مصر يعني هو أحد تحدث لنا فهذا موضوع يعني به جوانب نفسية أكيد بعدين من أجه وما لا كان دور يعني يعني كان قوده ويصدر أوامر يعني يعني مع الضباط ويستمع ما لا علاقة ولا يوجه أوامر يعني يعني اللي قصد فمن صار هناك فترة زمنية بين انتهاء الصفحة الثانية والشروع بالصفحة الثالثة فجر ثاني يوم الرئيس أمر اللي هو نسميه يعني حقيقة فتحاله هي يعني ما مطلقة كثيرا أكاديميا تداخل الصفحات فورا تبلش قوات حمرابي بالصفحة الثالثة الأخيرة الأخيرة وفعلا يعني ختزر من الزمن لا يقل عن اطنع الساعة وقاموا بتحرير يومين أو هي يوم ونصف يوم ونهار نعم يوم ونصف هي التخطيط غير يعني أكثر كان أكثر طبعا فتم تحرير الفاو